اهلا بكم في ورشة تصميم كلاسيك في برنامج جوجل سكتش اوب هنكمل في الجزء السادس في رسم الحوائط في ورشة تصميم كلاسيك في سكتش اوب اتعلمنا في الفيديو السابق وهو الفيديو الخامس طريقة تصميم الحوائط في برنامج سكتش اوب باحد اساليب تصميم الحوائط في برنامج جوجل سكتش اوب وتعلمنا الاسلوب الاول في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم الاسلوب الثاني في رسم الحوائط في برنامج جوجل سكتش اوب ان شاء الله هيكون فيديو مفيد لحضراتكم وحيكون في اضافة جديدة لحضراتكم اتمنى انك تتابع الفيديو كاملا علشان تستفاد بكل معلومة فيه تعالى بقى نرسم الحوائط التانية هنرسمها ازاي؟ هنقفي الخاصة بارض المشروع والارضيات والاعمدة هنيجي على البلان طبعا المفترض ان احنا نعمل تاج ونسميه حوائط احنا قلنا الكلام ده قبل كده حوائط بهذه الطريقة ونختار كل الكمبون انت بتاعنا ده بهذه الطريقة وحنروح للانت ونختار من التاجز اللي اسمعه حوائط عشان بعد كده ننزل للتاجز بتاعتنا ونقول له اخفاء عشان نشتغل براحتنا طيب بعد كده هنعمل ايه؟ عايز نرسم الحائط ده والحائط ده الحائط ده والحائط ده دول ممكن نعمله مجروب مش مستهلة مفهومش الشغل احنا هنعمله بعد كده فمش مستهل ان احنا نعمله كومبوننت فحنيجي على امر لاين ونقول له كليك لحد النهاية هنا كده ونجي كليك لحد النهاية بتاعتنا كليك 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 بهذه الطريقة ونجي لحد نهاية الحائط بتاعنا هنلاقي نتكون معنا سطح ده بالكليك كليك يمين جروب بوش هنضغط تخش جروب الاول ونقول له بوش كليك اسف كليك واطلع اقول له اتنين بوينت تمانية انتر اتنين بوينت تمانية انتر فهذه الطريقة كده انا رسمت الحائط بكل سهولة طيب عايز ارسم الباب حاجي الاول هاختار الحائط بتاعتي واقول له من النقطة دي وليكن في مكان يعني كليك واسحب الى اعلى بهذه الطريقة واقول له واحد بوينت اتنين انتر اجي بعد كده اشغل اللي يرزل انا كنت خفيها معي حلائي ان انا قدرت طبعا والسلالم السلالم حوائض اهي وفين السلالم سلالم المبنى اهي عشان خاطر يبقى الحوائط بتاعتي مظبوطة طيب حلائي اني فيه جزء هنا معي المفروض ان هو كان يكمل هعمله ازاي بقى هاضغط على الحائط بتاعي وخش من اسفل كده وابتدي اختار امر لاين واضغط في الجزء ده مع في الجزء ده كده عشان افصل هذا الجزء معي وهاجي الناحية التانية بهذه الطريقة واضغط هنا وفي النهاية واجي على امر بوش هلاقي ان ده اصبح سطح وانفصل معي اضغط كليك واسحب لحد ما اصل لاخر درجة هيبدأ من عندها الحائط كليك بهذه الطريقة ممتاز عايز ارسم الباب او فتحة الباب اللي معي في المنتصف هاختار امر لاين واخد المنتصف بتاعي بهذه الطريقة اهو بعد كده هقول له تيب ميجر كليك واسحب اقول له متر عايز الباب ده اتنين متر واقول له متر انتر بهذه الطريقة واجي برضو تيب ميجر من الارضية دي وحسويها بالنهاية بتاعتي بهذه الطريقة واقول له امر المستطيل حنشوف الشباك بتاع الشكل اللي عامل ازاي في جسء دائري حاجي برضو من من هنا واقول له متر كمان بهذه الطريقة عشان يبقى الجسء ده كام معي الجسء ده متر تمانين والجسء ده متر لا هرفعه شوية هرفعه ازاي هختاره 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 وقول له موف الى اعلى مسلا اه بوينت اربعين سنتي انتر بهذه الطريقة تمام هعمل ايه بعد كده بشمهندس حاجي على امر لاين وحاجي من النطة دي لحد النهاية وحاجي بعد كده من النطة دي لحد النهاية حاجي على امر الارك وحاختار الخيار ده ده كليك كليك واسحب بهذه الطريقة عشان اعرف ارسم الباب بتاعي بعد كده امر اريز واشيل الزوايد بتاعتي دي كلها بهذه الطريقة اهو اشيل الزوايد دي كلها وحاجي على امر بوش اقول كليك واسحب اقول له بوينت اتماشر انتر علشان الفتحة بتاعتي تبقى معايا بهذه الطريقة برضو اقدر ان انا اخلي الحوائد دي خمسة وعشرين وحاو اضغط كليك بوينت واحد ثلاثة انتر كليك للداخل ده بوينت واحد ثلاثة انتر كليك اسف اهو كليك بوينت واحد ثلاثة انتر دي كده طريقة من الطرق اللي احنا استخدمناها في رسم الحوائد في برنامج جوجل يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم يا رب يكون الفيديو في اضافة وشيء جديد لحضراتكم وتكون التكنيك اللي احنا اشتغلنا به في الفيديو بتاعنا النهاردة فيه حاجة جديدة وفي حاجة تسهل عليك وتساعدك في الشغل. اسف على الاطالة وزي ما قلنا قبل كده لو حضرتك عارف المعلومة في كتير غيرك مش عارف المعلومة اشكركم ولو عجبك الفيديو اتمنى اتمنى الاعجاب والاشتراك في القناة وتنويه اخير في قناة جديدة احنا عملناها خاصة ببرنامج الريفت هتلاقوا ان شاء الله اللينك بتاعها في الوصف موجود لللي حابب يشترك في القناة بتاعتنا. اشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر